أهلاً يسر مرحباً مشاهدنا الكرام أهلاً بكم إلى الموعد الرياضي بداية نقول شكلت حادثة طرد لعبية ظاهرية الفلسطيني من مطار بيروت إن كانوا متجهين لمواجهة الوحدة السوري صدمة لدى شارع الفلسطيني والعربي ليفتح مجال المقارنة بين معاشه الفلسطينيون في الجزائر وبين معانوه في مطار بيروت بلبنان نتفاصيل مع حسام زواوي بعد أيام قليلة من الاستقبال الحار والمميز الذي حظيت به بعثة المنتخب الفلسطيني الأولمبي بالجزائر والأجواء الهسترية التي عاشها الشعبان الجزائري والفلسطيني لمدة أسبوع لا لشيء إلا لإعلاء راية شعب يعيش والظلم والتعصف يتعدى حدود الاحتلال الغاشم ففي سابقة ستنقش على صفائح التاريخ الأسود وتطرح الكثير من الأسئلة وعلامات يتعجب ها هي السلطات اللبنانية تطرد ثمانية لعبين من نادي الظاهرية الفلسطيني وإدار من بعثة الفريق من مطار بيروت ما حدث هو تعصف وظلم كبير بحق نادي شعب الظاهرية وجماهيره الكبيرة وبحق أيضا من كرة القدمة الفلسطينية بشكل عام يعني لا يوجد أي مبرر للسلطات اللبنانية بأن تمنع هؤلاء اللاعبين من الدخول إلى لبنان ما حدث في لبنان وما حدث في الجزائر لكن مقارنته بأي شكل من الأشكال الترحاب والاستقبال الحافل الذي حظي به الفلسطينيون في الجزائر لا أعتقد أن هناك أي دولة عربية شهدت استقبال حافل للمنتخب الفلسطيني كما حدث في الجزائر نعم هي خرجة مسيئة بل وعار كبير خاصة عندما يتعلق الأمر بذوي القربة فشتان بين الجزائر ولبنان والحكم كان للفلسطينيين الذين طوردوا واستجوبوا في مطار بيروت وكأنهم أعداء فمرة أخرى شتان بين أحرار العرب وأندالهم لسان حال الفلسطينيين إلى جديد أخبارنا الأخبار المحترفين أكد اللاعب الفرنكو جزائري أدم ناس أنه سيبقى يلعب لمنتخب شباب فرنسا في الوقت الحالي معللا هذا بالتكوين الأفضل الذي يحظى به شباب ديكا على نظرائهم من الخضر وهذا في تصريحاته للموقع الرسمي لناديه بوردو مضيفا أن على العكس يبقى مستوى أشبال غوركيف وديشون متقارب وسيختار تمثيل المنتخب في سبتمبر 2017 كشفت تقارير إعلامية فرنسية أن رئيس نادي نونت الفرنسي والديمير كيطا يحلم بإقناع النخب الوطني كريسيان غوركيف بداية من الموسم المقبل الإشراف على الفريق وحسب ما أشرت إليه تقارير فإن التعاقد مع غوركيف ليس مستحيلا في ظل رغبة هذا الأخير في تغيير الأجواء والعودة إلى العمل مع الأندية الفرنسية محليا أكد عبد الرحمن مهداوي مدرب أهل البرج المستقيل عن عدم تراجعه عن قرار استقالته من تدريب النادي مرجعنا السبب إلى عدم التزام الإدارة معه ومع اللاعبين في تسوية المستحقات المالية العالقة وكان ما يجيبوش دراهم وما يجيبوش جامعة يسكموا الحالة أنا ما ندخلش أنا خلاصها فيه أموالي نضارب شعرين وأنا نطلب ودموعه أموالي نضارب باش يسكموا الحالة كل نهار يجيب نهار كل سمانة جيب سمانة خلاص بعد المباراة على الأخير قلتم أنا باركة أنا عدت لفاسه أنا طلت موالا وقتله كانت الضرف تستمر عندي شعر ميدة ندوا صحفية سنة ودالوا لي ضرابات بعد إضرابات قالك نسكموا الحالة أنا خلال لديك مستشمل لديك درابات لكيش ما تبعني جيش كيش لا برا أنهت عناصر شبيب تسكيكدا تحذيراتها للقاء الغد الذي سيجمع نادي شبيب تسكيكدا بملودية العلمة في إطار الجولة الثالثة والعشرين من المحترف الثاني موبيليس الشبيب كلها عزم على تحقيق نتيجة إيجابية لمحافظة على الديكليك والسلسلة نتائج الإيجابية التي حققها الفريق في آخر جولتين والمهمة لن تكون سهلة لأشبال المدرب لطرش بالنظر إلى الوضع الحرجة التي يوجد فيها المنافسة تغطية لمحمد حمد تتكلمت مع اللاعبين وقلت لمبالي هذا الفريق راه جاريح يفوبا يعني سوزا سيم الفريق هذا يعني تقول عنده مشاكل ولا لا سيتون غرون ديكيب عندنا دو طريبون جوار عدة لعبين كانوا عندي هنا إن شاء الله يكون الأدانة على فريقا جميل ونقدموا مواقابلة في المستوى وتفوزوا روحة رياضية باب يامي المرحين يلعبوها ماتش تريد تريد مبورتون ولينا احنا تانيته سصرها ماتش ديفيسيل برشك هكذا كما كشوف الباب يامي يلعبوها ماشتع السلكة بيانسير دوك حنا يا رحول تماما إن شاء الله نمدو كلش نمدو قاعد اللي علينا حنا يا بش ندلوها مبوري زيلطا وليجوار موعيين وصطاف بيانسير احنا نمدو كلش وليجابها ربي مرحبا إن شاء الله استدعى مدرب المنتخب الاثيوبي لكرة القدم يوهانسا الـ 24 لعبا تحسبا لمواجهتي الخضر ذهابا وإيابا يومي الخامس والعشرين والتاسع والعشرين مارس المقبلين في إطار الدور المؤهل لنهائيات كأس ممي فريقيا وقد حملت القائمة 22 لعبا محليا ولعبين اثنين فقط محترفان بالخارج ويتعلق الأمر بلعب بيتروجيت المصري شيميليس بيكال وكاباد الذي ينشط في الدور الجنوب الافريقي يذكر أن مباراة ذهاب ستلعب بملعب مصطفى تشاكر بالبوليدا شكرا للمشاهدة